أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من نجاحات في التعاون المشترك بمختلف المجالات والقائمة على أسس راسخة وقيم ومبادئ مشتركة قد أسهم في فتح آفاق جديدة تواصل رفد القطاعات التنموية المتنوعة بمزيد من الفرص الوعدة لخير وازدهار البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك خلال ترأس سعادة السيد زايد بن راشد زياني الوفد البحريني المشارك في فعاليات منتدى الأعمال البحريني الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن لتسليط الضوء على منطقة التجارة الأمريكية التي تم تدشينها في مدينة سلمان الصناعية مؤخرا هذا قد شارك وزير صناعات وتجارة وسياحة في الجلسة الحوارية بعنوان منطقة التجارة الأمريكية في البحرين بوابة الخليج حيث أشار سعادته إلى أن منطقة التجارة الأمريكية تأتي شاهدا على متانة العلاقات الاقتصادية والشراكة التجارية بين البلدين الصديقين وتلعب دورا محوريا في استراتيجية قطاع الصناع 2022-2026 لمملكة البحرين وأضاف سعادته بأنه قد تم اختيار موقع المنطقة التجارية الأمريكية في موقع استراتيجي بالقرب من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان لتسهيل الخدمات اللوجستية وضمان التدفق السلس للسلع والمنتجات ومن المتوقع أن يسهم إنشاء هذه المنطقة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع تجارة الثنائية بين البلدين إلى آثاق أبعد أتبع سعادته أن مملكة البحرين حريصة على استكشاف الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على الأسس القوية لاتفاقية تجارة الحرة الثنائية التي تعتبر جزءا من سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مملكة البحرين بالمجتمع العالمي ترجمة نانسي قنقر